أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله طلابنا العزاء في مساق الحديث الشريف وعلومه ومع هذه المحاضرة في شرح الحديث الثالث نتحدث في هذه المحاضرة عن حديث في صحيح الإمام البخاري رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الراوي الأدنى لهذا الحديث هو الإمام البخاري روى هذا الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في كتابه وكذلك الراوي الأعلى وهو الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه طبعا اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال فقيل أن اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن ابن سخر وقيل عبد شمس طبعا هو من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم فلازمه في أغلب وقته وكان يخشى على نفسه أن ينسى كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له ابسط ردائك فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيه في ردائه ثم قال ضمه قال ابو هريرة فضممته يعني سحب رداء إليه إلى جسمه قال فما نسيت شيئا بعد ذلك أبدا وابو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحبب المؤمنين به وبأمه فدع الله له فحصل له ذلك أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو نشأ يتيما وكان مسكينا وكان يلازم نبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ولقب بأبي هريرة لأنه كانت له قطة صغيرة في الليل يضعها في شجرة وكان إذا أصبحت أخذها فلاعب بها لذلك كانوه بأبي هريرة وأبو هريرة هو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى خمسة ألاف وثلاثمائة وأربع وسبعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن هذا العلم عنده كان عبارة عن وعائين وعاء تحدث به هو وعاء خاف أن يتحدث به حتى لا يقطع هذا البلعوم أي لا يقطع رأسه وربما هي أحاديث الفتن طبعا أبو هريرة مات سنة سبع وخمسين وقيل ثمانية وخمسين وقيل ساعة وخمسين للهجرة وكان عمره ثمانية وسبعين سنة في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم لنبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد وفيه خصال عظيمة جدا من خصال ومن سماة المؤمنين وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والجزاء وفيه جماع لمكارم الأخلاق إكرام الجار وعدم إذائه والإحسان إليه وإكرام الضيف وقول الخير قول الخير كذلك إكرام الضيف هو من خلق الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام قال الله عنه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكل هناما أتوه الملائكة على هيئة ضيوف فذبح لهم وقدم لهم أفضل ما عنده فهذه هي خصال المؤمنين خصال الصادقين خصال الأنبياء الحديث هذا يعد من أعلى درجات الصحة لأنه موجود في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم وهو متفق عليه وهو من جوامع الكلم كذلك فيه معاني كبيرة جدا وكذلك جمع الأحاديث أمور تشريعية يصرح من خلالها الفرد والمجتمع نتحدث عنها إن شاء الله الآن نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيمان لغة أنه هو التصديق قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي التصديق أما في الاصطلاح فهو الإقرار باللسان أن تقير بلسانك أشهد أن لا إله الله أشهد أنه محمد صلى الله والتصديق بالجنان بالقلب الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان ومخالفة الهوى وخشة الله سبحانه وتعالى طيب هذا قلنا الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اليوم معروف زمن مقداره من طلوع الشمس إلى غروبه هذا يعتبر يوم طيب إيه هو اليوم الآخر هو يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعث في الناس بجازي الناس وبحاسب الناس هذا هو يوم اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة طيب لماذا سمي بالآخر لأنه آخر أيام الدنيا آخر الأزمنة المحددة المحدودة بعد ذلك يستقر المؤمنون بالجنة واستقر أهل النار في منازلهم والعياذ بالله عز وجل وينتقي وتنتهي الأزمنة المحدودة فالإيمان مراد به التصديق بما يقع فيه يعني الإيمان بإيه؟ باليوم الآخر أنك تصدق بالأمور التي تقع في اليوم الآخر اليوم الآخر فيه الحساب فيه الميزان فيه الصراط فيه الجنة فيه النار القنطرة كل الأمور هذه الموجودة يوم القيامة إذن مستلزمات الإيمان إيمان بالله واليوم الآخر اليوم الآخر كل الأمور التي ستكون وتقع فيه اليوم الآخر طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الإيمان بالله وباليوم الآخر دون باقي الأمين يعني باقي الواجبات الإيمان مش فيه إيمان بالله وما لا أكده كتب والرسل إلى آخره ليش اقتصر هنا بالإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو البداية الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو البداية والإيمان باليوم الآخر هي النهاية فمن آمن بالله وآمن باليوم الآخر فإنه سيؤمن بكل ما بينهما المبدأ والمعاد المبدأ والمعاد المبدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى المعاد الإيمان باليوم الآخر فمن آمن بالله وآمن باليوم الآخر فإنه تلقائيا سيؤمن بكل الأمور الأخرى طيب لماذا اقتصر على اللي هو حق الجار وإكرام الضيف وقول الخير اقتصروا على هذه الأمور لأنها هي عبارة عن أصول ويتفرع منها كثير من الأمور فالأمر الثالث اللي هو قول الخير أو الصمت يشير إلى الأمور القولية أما الأول والثاني أمور فعلية عدم إذاء الجار إحسان الجار إكرام الضيف الأمر الأول في تخلي عن الرذيلة الثاني في تحل بالفضيلة فعلى من كان يتصف الإيمان باليوم والمام الآخر أن يتصف بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طيب إيش الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الأركن الإسلام وأنا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاوة صوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيل أما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أما الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يارك هذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة طبعا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في مكان واحد فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة أعمال القلب ولكن إذا افترق الإيمان فيقصد بالإيمان والإسلام بمعنى واحد وإذا افترق الإسلام يقصد فيه الإسلام والإيمان كذلك بمعنى واحد قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إسلام والإيمان هنا بمعنى واحد أنا في هذا الكلام لخصت لكم يعني كل ما هو موجود هنا في هذه الصفحة لأنه إيش اللي ميز المنافقين عن المسلمين إنه في عندهم إسلام أعمال ظاهرة ظاهرة بتكلموا كأنهم مؤمنين بالحق ظاهريا طبعا ويصلون ظاهريا ولكن داخليا الإيمان لا يوجد عندهم إيمان لا يوجد عندهم في الداخل إيمان إذن الإسلام إذا قصدنا به الاستسلام فهو استسلام القلب وإذعانه هنا يأتي بمعنى الإيمان لكن إذا قصدنا به الأعمال الظاهرية فلا بد أن يترافق معه الإيمان حتى يضمن لك الأعمال الباطنية الأعمال الباطنية أعمال القلب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكة وكتبها رسالة إلى آخره أما الأعمال الظاهرية في المقصود بها الإسلام وهي قراءة القرآن والصلاة والحج إلى آخره فالإيمان المنجي لا يتم بدون عمل جوارح فيش إيمان بنجيك مكتب لك الصلاح والفوز إلا يكون في عمل جوارح والإسلام المنجي كذلك ما بيكون إلا بتصديق القلب إذن الإيمان والإسلام متلازما في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره يعني في أحاديث كثير تحدثت مرة لا يؤذي جاره مرة فليحسن جاره مرة فليكرم جاره يعني الإسلام يشدد كثيرا في مسألة الجار لأن إذا الجار معصي ولما يقول ينفي الإيمان عن اللي بيؤذي جاره مش المقصود به نفي الإيمان إنه خلاص صار كافر لا هو أنا المقصود به نفي كمال الإيمان عنده ومش نفي كذلك الإيمان باليوم الآخر إنه الإيمان بلا طبعا في الأول الإيمان الآخر الإيمان باليوم الآخر إنه خلاص هو لا يؤمن باليوم الآخر لا لكن كمال الإيمان باليوم الآخر غير موجود لأنه أذى جاره الجار لغة هي من المجاورة يعني الذي يجاورك في سكنك أو في سفرك أما في الإصطلاح قيل من جاورك جوارا شرعيا سواء كان مسلم أم كافر برأم فيجر صديق عدو القرط بقال الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار ويطلق ويراد به المجاور في الدار طب إيش هم أنواع الجيران أنواع الجيران ثلاثة ذكرت في القرآن الكريم الجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب الجم الجار ذي القربة هذا أهم حاجة الوعد يحسنني لأنه يعني فيه ثلاث أجور الجار ذي القربة منهم من قال يعني بيشمل جميع قاربك سواء كان عندك ساكن أو بعيد عنك أو اللي بينه وبينه يعني صلة قرابة كذلك قيل أنه الجار القريب يعني واحد جنبك هذا من سميه ذي القربة يعني قريب منك ومنه من قال أنه الجار المسلم ويشمل القريب اللي جنبك أو أنه عفواً يشمل أمرين أنه قريب إليك من ناحية النسب أو الدم وكذلك حق الجوار أنه جار إليك فله حقان عرفياً هذا الجار ذي القربة الجار الجنوب أي الجار الغريب اللي أنت فيش بينك وبينه قرابة ما بتعرفوش ومنه من قال أنه الجار الكافر ومنه من قال المجانب يعني اللي ساكن جنبك وهو طبعاً هذا ممكن كمان يدخل فيه الجار اللي داره قريبة منك حتى ولو كانت داره يعني مش ملاسقة ببيتك وإن لم يكن طبعاً هذا ليس بالقريب الجار ذي القربة في قرابة بينك وبينه الجار الجنوب فيش بينك وبينه قرابة طيب الجار بالجنب هذا قيل فيها عدة معاني قيل أنه هذا الرفيق اللي إليك في الصفر أو الزوجة أو عفواً أنا مش الجار الصاحب بالجنب عفواً عفواً الصاحب بالجنب قيل أنه رفيق في الصفر قيل أنها الزوجة صاحباته وأخيه وقيل الصاحب مطلقا بشكل عام صاحبك طيب حقوق الجار بناء على التصنيف في الآية فيه النوع الأول قلت لكم قبل شوي إنه له ثلاث حقوق النوع الثاني حقين النوع الثالث حق واحد الجار القريب له ثلاثة حقوق أول إشي حق القرابة ثاني إشي حق الجوار ثالث إشي حق الإسلام أما الجار النوع الثاني اللي له حقين اللي هو الجار الجنب له حق الإسلام إنه جار مسلم وله كذلك حق الجوار أما الجار أو عفوا أما الصاحب بالجنب فله حق واحد وهو حق الجوار لأنه العلماء قالوا أنه هذا ممكن يكون الجار الكافر أو العكس أو العكس متى نطلق على الجار اسم الجار أو حد الجار واكتش هذا الجار اللي جابنا أو الشخص هذا نطلق عليه إنه جار إلنا قيل إنه من سمي عن نداء والإقامة الأذان والإقامة من سمي جار اللي إحنا كلنا مع بعض منسمع الأذان والإقامة إحنا جيران قيل إنه من صلى معك صلاة الفجر في المسجد هذا جار وكذلك قالوا إنه أهالي الحي كلهم جيران وقيل عن صحابه وردوا عن تابعين إنه حد الجوار أربعين دار يعني أربعين دار من كل النواحي يمين يصار أم أم خلف أربعين دار هو حق حد الجوار لكن من العلماء من يعني وضعوا حد الجوار أو ردوه إلى العرف بناء على القاعدة الشرعية كل ما ورد به الشرع مطلقا لا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فإيش العرف بيوجب عليك في حق الجيرة ممكن ممكن العرف يجيب بس أول خمس دور جنبك ممكن عشرين دار ممكن أربعين دار فإيش العرف والناس تعرفت عليه فيدخل فيه حد الجوار طيب إيش هي مكانة الجار من خلال نصوص القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى طلب مننا في القرآن الكريم الإحسن إلى الجرقالة وبالوالدان إحسنة وبذي القربة واليتام والنسكين والجاري ذي القربة والجار الجم والصحاب الجم كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقة يعني بإإمان الشر بإإمان إيش أذيته طيب هنا في الحديث في نفل الإيمان كيف لا يؤمن لا يؤمن المقصود بيه مش إنه صار كافر لا نفى عنه كمال الإيمان وكذلك في رواية مسلم قوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة المقصود إنه مش إنه خلاص بدخلش الجنة وبتخلت في نار لا إنه بتأخر عن دخول الجنة يعذب قليلا في النار على هذه المعاصي لأجل ذلك ابن عباس قال إنه ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة لكن المسلمين أولى بها إيش إنه ثلاثة أخلاق قال لك لو نزل بهم ضيف لجتهدوا في بره إكرام الضيف الخلق الثاني لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده واحد صارت مرأة عجوز لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع كذلك الخلق الثالث إذا لحق بجارهم دين أو صابتوا شد أو جهد أو جهد اجتهدوا أنهم يقضوا دينه وأخرجوا من هذه الشدة فهذه من مكارم الأخلاق طيب إكرام الضيف إيش هو الضيف إيش معنى إيش تعريفه الضيف هو زائر البيت وليس بصاحب البيت صاحب البيت يسمى إيه مضيف هو اللي بضيف أما الزائر وليس صاحب البيت يسمى بالضيف والإسلام حث على إكرام هذا الضيف حسن وعملته لأنه من أخلاق الأنبياء وإحنا تحدثنا سابقا أنه سيدنا إبراهيم لما أتى عليها الضيوف قال فراغا إلى أهلي فجاء بعيجل ينسى مين جاء أفضل ما عنده وقدموا لضيوفه فإكرام الضيف يكون بإيه بعدة أمور بشاشة الوجه أنت بتسم في وجه ضيفك ترحب بالضيف اتنزله بمكان لائق به أن تقدم له طعام وشراب مناسب له النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه وبين لنا النبي صلى الله حد الضيافة قال أنه جائزة الضيف يوم وليلة أنك الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام يعني لو بدي نام ويقيم عندك ثلاثة أيام بتقدم له في اليوم والليلة بتجتهد أفضل ما عندك ثلاثة أيام لا تتكلف تقدم في الموجود وما بعد ذلك يعتبر صدقة وما بعد ذلك يعتبر صدقة طب هل إكرام الضيف واجب أم مستحب إكرام الضيف هل هو واجب أم هو مستحب يعني في ناس تحدثت إنه إكرام الضيف يعني هو من الواجبات لما ينزل الضيف عندك يوم وليلة وإنه لو امتنع المضيف إله يعني اللي ينزل عنده الضيف تأخذ منه الضيافة قهرا وبهذا قال عدة علماء منهم الليث والإمام أحمد خص هذا الكلام إنه لازم واجب عليك أن تكرم ضيفك أن تضيف يوم وليلة أو ثلاثة أيام هذا خص بأهل البوادي لأنه لو نزل الضيف في بادية ليس هيلاج مكان يشتري منه أكله شرب ولا هيلاج مكان يقيم فيه يسكن فيه فهذا واجب على أهل البادية كما قال الإمام أحمد لكن الشافعي ومالك وبوحنيف وجمهور العلماء اعتبروا أن الضيافة سنة ليست بالواجبة لكنها من الأمور المؤكدة في مكارم الأخلاق كما النبي صلى الله عليه وسلم أكد غسل الجمعة على كل محتلم كذلك من الأمور المؤكدات في مسألة مكارم الأخلاق الجمهور وجهوا حديث حق الضيف اللي هو يوم وليلة أو ثلاثة أيام وأجابوا على ظاهر روايات قالوا أن هذا الحديث يحمل على المضطرين المضطر المقطوع ضيافتهم واجبة عليك فإن لم يضيفون فلاهم أن يأخذوا حاجاتهم من مال الممتنعين يعني أنت نزلوا عندك ناس والناس مضطرين وفيش غيرك فأكلوا شربوا ماء وما أكلوا مسكن هما من حقهم يأخذوا أكلوا شرب من عندك سواء كان يعني بموافقتك أو بغصب عن المضيف واختلف العلماء في مسألة هل هذا اللي ضيفهم بتعوض عن اللي أخذوا منه أو لا وهذه المسألة لا تخصنا الأمر الثاني قالوا أن ذلك كان أول الإسلام اللي هي وجوب الضيافة وكانت المواساة واجبة في وقتها فبعد ذلك لما فتحت الفتحات نسخ هذا الحكم واللي بدل على نسخه قوله جائزته يوم وليلة والجائزة تكون هذه من باب الفضيلة ليست من باب الوجوب ومنهم من قال أنه مخصوص هذا الكلام حق الضيافة أو حد الضيافة هذا مقصود بالعمال اللي كانوا يبعثوهم لجمع الصدقات فكان هذا واجب عليهم أنهم ينزلوهم عندهم ويضيفوهم ومنهم من قال أنه هذا خاص بأهل الذمة وهذا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لما ضرب الجزي على نصار الشام وقال إذا نزل أحدهم عندك بضيافتك فأوجب عليهم ضيافة أهل الذمة طبعا هذا رأي نقدر نقول أنه لا مستند له وهذا اجتهد من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أقوى الأدلة لرجحه ابن حجر اللي هو الدليل الأول اللي هو بتكون الضيافة واجبة في حال الاضطرار وإلا فهي يعني من باب الفضيلة ومن باب السنة ومكارم الأخلاق طبعا الله سبحانه وتعالى ونبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أداب للضيافة يعني الضيف لا يكون ثقيل على مضيفه قل لك نبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة وإذا أنت كنت يعني مزافر أو إشي ثلاثة أيام بعد ذلك تصبح ما يقدمه لك مضيفك عبارة عن صدقة ونهى الإسلام عن الإثقال على الناس قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا نبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ما تدبوش حالكم لا تثقلوا على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على مكرم الأخلاق وحسن الضيافة كذلك يحث الناس على عدم الإثقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ينتقل بعد ما تحدث عن حسن الجوار وتحدث عن كرام الضيف ينتقل إلى قول الخير قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اللي بإؤمن بالله واليوم الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن لي ما بين لحييه يعني فمه لسانه من ضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه ضمنت له الجنة إلا بيحفظهم بصونهم ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لأنه لسان لربما يزل بصاحبه في النار لربما اللسان يزل بصاحبه في قعر جهنم والعياذ بالله عز وجل والإمام النوي قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت معناه إنه إذا أراد أنه بدي يتكلم فإن كان كلامه خير محقق فيه الخير ويثاب عليه فعليه إنه يتكلم واجب إنه يتكلم أو مندوب إنه يتكلم لكن إذا كان كلامه فيش فيه خير لربما يقع فيه بالحرام أو المكروه أو المباح فوقتها لا يتكلم وهو مأمور أن يمسك عن الكلام لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويتكلم في مسألة الملائكة هل تكتب كل الأقوال الصادر من العبد أو لا قيل إنه إذا كان الكلام مباح وما فيش ثابة لعقاب ربما هذا يعني لا يكتب أو أنه يكتب ولا يحاسب عليه وقيل كذلك لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب منه من قال إنه كل إشي يكتب منه من قال إنه لا يكتب إلا الأمور اللي فيها ثواب أو عقاب طبعا والرأي الثاني لربما رجحه ابن عباس وغيره من العلماء والشرع ندب إلى إنه من أراد أن يتحدث فلا يتحدث إلا بخير لأن الله سبحانه وتعالى قال إن السمع البصر للفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى آخر هذه الأدلة طيب النطق بخير أو الصمت هنا قسم العلماء الكلام والصمت من حيث الأحكام الشرعية لا ست أنواع النوع الأول قالوا إنه فيه كلام واجب لازم أنت تحكيه مثل الأمر بنعروف وإنهي عن المنكر باللسان إنهى عن منكر شفت إشي حرام إشي منكر إنهى عنه شفت ناس مثلا لا يصلون أمرهم بالمعروف بالصلاة واحد بإذجاره إنهى عن هذا المنكر وأمر بالمعروف أي يحسن جوار جاره وكذلك في مسألة شهادة الحق والعبادات فالنطق بمثل هذه الأمور واجبة ويثاب عليها المر كذلك الكلام المندوب الرأي الثاني أو الحكم الثاني فيه كلام مندوب كويس تثاب عليه إذا نطق به فإنك تثاب عليه مثل الوعظ للناس تعليم الناس الدين نشر العلم الأذكار المستحبة فيها خير دنيا وأخرى فهذا الكلام أنت تثاب عليه وهناك الحكم الثالث كلام محرم تحريما ظاهرا مثلا الغيب النميم السخري استهزأ بالناس الغزل الباطل ومدح النساء والخمور والمحرمات فهذا الكلام الإمسك عنه واجب لأنه لا خير فيه أما الحكم الرابع اللي هو كلام غير محرم في ذاته نفسه هو مش محرم لكن لربما يجر بك إلى محرم حقيقي مثلا واحد لا يتحمل المزاح لماذا تمزح معه؟ تريد أن تستثير غضب أو أنك توعد لكن في نيتك أنك تخلف هذا الوعد أو التكبر في الكلام والتقاعر في الكلام فالإمساك عنه هذا واجب لأنه يجر إلى محرم والحكم الأخير كلام لا خير فيه الكلام اللي فيش فيه خير الكلام اللي فيش فيه خير هذا الكلام الإمساك والصمت عنه مندوب إذا كان فيش فيه كلام خير أنت امسك عنه حتى لا يجرك إلى شر وتثاب إذا سكت عنه والحكم الأخير وهو كلام مباح في خير وفي شر فالكلام المباح اللي فيه خير وفيه شر الأفضل فيه أن تمسك عنه في بعض الأوقات يكون الإمساك عنه أي الامتناع الكلام واجب لأنه يوقع بك إلى شر بعض الأوقات يكون مندوب أنك تمسك عنه لأنه ربما يوقع بك في أي شر الأمور اللي استفدناها من هذا الحديث أن نعظم حق الجار لأن الله سبحانه وتعالى والنبي أوصو بالجار كذلك إكرام الضيف لما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم والأمر بقول الخير قل خيرا أو لتمسك إنك إذا لم تتحدث بخير تثاب عليه فلا حاجة لك بأي شيء تتحدث به لربما ينقلب عليك وزر إلى هنا نصل إلى ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذه المعلومات القيمة قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر